كورو عليه مسئولية كبيرة جداً الفترة الجاية أنه يبدأ يشوف التقارير الفنية لكارلوس ساكيروش ويشوف السلبيات ويعالجها مش عايزين أي إخفاق في كاس العالم لأن الجيل ده يستحق التأول لكن محتاج تخطيط وتركيز والناس كلها تقف في ظهر المنتخب خلال الفترة الجاية آخر حاجة كارلوس ساكيروش محتاج جلسة معاه من المنتخب لازم يهدى في إدارته للمباريات لازم يعرف أنه بيدير برضو اسم منتخب كبير في قارة إفريقيا فلازم تركيزه كله يكون منصب داخل الملعب عشان المرحلة الجاية يطروح كاس عالم يأم ما مطروحش جزء الأخير جهاز المنتخب لو محتاج تدعيم عشان الناحية الهجومية في المنتخب يتم تطويرها ندعم ما عندناش مشكلة يبقى الجهاز يفيد عشرين واحد بس العشرين يكون لهم دور ومؤسرين زي محليل الأداء لهم تأثير ودور إيجابي لازم الجهاز المعون كمان يكون لديه تأثير إيجابي أكتر من كده في الفترة اللي جاي هارد راك لمنتخبنا وكل التوفية رب في المرحلة القادمة أخرج لفاصل وبعد الفاصل نرجى مع بعض ونشوف تريند المنتخب وشوية شوية كده هنتكلم أيضا كمان على مباراة بالميراس لأنه عندنا تفاصيل مهمة جدا عن مباراة الأهل وبالميراس في الدور نصف النهائي لكأس العالم للأندية اشتركوا في القناة